ازيكو حبيبي عبنين ايو والنهاردة بنتكلم عن احداث وتسريبات الحلقة 17 من مسلسل خان الدهب بعتزر عن التأخير لاني تعبانة جدا في البداية الحلقة هتكون كلش قوية وحزينة لان اخسارة امير هتكون قوية جدا سالم مش عايز يسكت متغاز جدا لان الشغل كله رايح لامير علشان كده هيدبر حاجة والحاجة دي ممكن تكون سرقة للمحل او حتى حريق لي المهم اللي هو يعني يسبب خسارة كبيرة لاخو امير ويروح وبيسأل ايه اللي حاصل وليه الشرطة هنا وايه بالظبط الموضوع يا امير وبيستعبط عليه وامير بيكون حزين جدا بسبب خسارته دي في المحل بتاعه ودي طبعا بسبب غير يتسالم من اخوه حياة بتولد وبتجيب طفل زي ما احنا شايفين كده لكن امير مش حيسكت وعايز يعرف مين بالظبط اللي وراء اللي حصل للموضوع ده ومن اللي ممكن يكون السبب فيه سرقة محل بتاعه علشان كده امير هيكرر ان هو يفرغ الكاميرات القريبة من عند المحل بتاعه وساعتها هيشوف ناس نازلين من العربية زي في الصورة بالظبط هل فعلا حيعرف مين بالظبط اللي ممكن يكون عملها لكن هيشوف بعض الناس اللي نازلين من العربية وطبعا الناس دول كان بعيدهم سالم علشان يتخلص من المحل بتاع امير او حتى يسرقوه سالم ساعتها بيقول لديا اخويا في كل حاجة لكن الفلوس والمصلحة لا مش اخويا ابدا انا اللي عملت كده علشان خاطر اخلص من محل امير اللي كان شغال وانا محل ما كانت شغال والرزق كان رايح له كله وانا مكنش في حدي بيجي عندي المحل هو كان بيكسب وانا كنت بخسر لكن كل حاجة الا المصلحة الا الفلوس علشان كده بعت ناس علشان يسرقوا محل امير وطبعا امير هيكون في الحلقة حزين جدا بسبب كمية الخسائر الهيلة اللي تكبتها امير وطبعا المحل بتاعه كان فيه مجوهرات كتير راحت كلها والشرطة بتيجي وبتعاين لا يكيد مش بيوصلوا للمين ممكن يكون عمل كده لكن امير اكيد مش هيسكت وحيجيب اللي عملها اما منشوف بعد كده ان البنت شمس قررت ان يتفتح الكاميرا للولد اللي اسمه زيد وطبعا فتح الكاميرا ده هيكون فيه مشاكل كتير جدا هتسبب لها مشاكل كتير بعد كده وحنشوف ازاي هتفضح احلها وحتعمل مشاكل كبيرة بسبب موضوع فتح الكاميرا مع انسان متعرفوش الفيديو بيخرز وفي تكلمنا عن التسريبات ويهم الاحداث اللي هتحصل في حلقة رقم 17 من مسلسل خان الدهب اشوفكو على خير في فيديو جديد احبكم كل شي هواية واستنوني دايما كل يوم في تسريبات حلقة بكرة من مسلسل خان الزهب اشوفكو على خير ويبال